السلام عليكم و مرحبا بكم في الدرس الجديد على كيزاكو نرى الحصار اليوم تتمى الدرس مجموعة العدد الصحيح الطبيعية و مبادئ في الحسابيات نرى الحصار اليوم المضاعفات و مفهوم المضاعف المشترك الأسار و كيف يمكن تحديد المضاعف المشترك الأسار لعددين صحيحين طبيعيين أول حاجة قبل ما تشوف هذا الفيديو قنسحكم ترجعوا تشوفوا الفيديو اللول اللي فيه المقدمة لها الدرس هذا باش تقدروا تتبعوا معايا هذا الفيديو هذا ان شاء الله و تفهموا معايا الكلام كامل اللي كنقوله على بركة الله أول حاجة شكنا نقصده مضاعف مثلا نقول أن واحد عدد ب مضاعف للعدد أ إلى كما قرأتوا في ابتدائي ابتدائي قرأنا واحد حاجة اسميتها أو اللي احفظنا عن ظهر قلبي لو بيتوا تقولوا جدول الدرب طبعا ما كان نظرنا بالدرب كان نظر على العملية الحسابية ما كان نظرش على الهرماكة لا قصد على جدول الدرب دينا اللي حفظناه مثلا جدول الدرب ديه 3 كدير 3 في واحد 3 في جوج 3 في 3 كدقى غادي 3 في عشر و كنا كنحفظو النتيجة احنا عن ظهر قلبي 3 في 3 هي 3 3 في جوج 6 هنا 9 و غادي 30 هاد الاعداد اللي يخرجون لنا هنا و ما لك اسمهم فريديات المضاعفات هادو متافحة دينا مضاعفات العدد 3 اذا من هنا قدرنا احتوي على تعريف بسيط المضاعف نقول ان B مضاعف للعدد A اذا وجد عدد صحيح طبيعي لا نسمي هناك اذا هناك فانه ينتمي إلى مجموعة N بحيث العلاقة اللي عندنا هو ان B كان قدرنا نكتبه على الشكل A في العدد K هذا تعريف بسيط جدا ل المضاعف هناك فكنا نقوله ان A او ان B هو مضاعف للعدد A مفهوم؟ نشوفوا شيء امثيلة نبدو واحد تمرين لنشوفوا استخدام ديال المضاعفات مضاعفات ناخده مثلا مضاعفات العدد خمسة مضاعفات العدد خمسة مضاعفات العدد خمسة لابدنا نكتبوهم شنا هما كدر واحد A ديال خمسة مضاعفات العدد خمسة عندي الصفر خمسة في واحد خمسة في اثنان خمسة في ثلاثة خمسة في اربعة وغاديا وش عندي النهاية هنا يا لا ما عنديش نهاية علاش؟ لاني انا كناخد العدد خمسة وكندربه في جميع الاعداد اللي كتنتمي لمجموعة اين وبما ان مجموعة اين غير منتهية فقدروا نخرجوا بواحد الملاحظة او لو خاصية اللي كتقول ان مجموعة مضاعفات العدد خمسة طبعا انا خمسة على سبيل الميتان نقدر ناخد اي عدد فهي غير منتهية يعني انها غير محدودة العدد فيها ما كتساديش من فهم؟ هذا طبعا نطبق على جميع الاعداد الصحيحة الطبيعية مضاعفات سبعة مضاعفات عشرة مضاعفات ربعين جميع المضاعفات اي عدد فانها غير منتهية يعني فيها ما لا نهاية من الاعداد خاصية خرق اللي نشير اللي هنا و إلا بغيت مثلا ناخد العدد كمثال ناخد العدد اثنان والعدد اربعة نجي نحدد مضاعفات العدد اثنان كين سافر جوج ربعا ستا ثمانية واديا وكين نجي مضاعفات العدد اربعة اللي هما سافر ربعا ثمانية ثمانية لما لا نهاية العلاقة بين جوجو ربعا شناية لأنها ربعا مضاعف للعدد اثنان هذي قدروا خرجوا منها بواحد النتيجة تلاقي من الشيء اللي كتبتنا الفوق شكتلاحظوا أنه أي عدد كان في المجموعة دي المضاعفة دي الربعاق فإنه كان في مجموعة دي المضاعفة دي الاثنان يعني أنه السافر كان هنا الفوق والتحت ربعاق كان انه كان هنا ثمانية كان هنا وكان هنا يعني بحالة غير نقوله أن مجموعة مضاعفة العدد أربعة فهي ضمن مجموعة مضاعفات العدد اثنان هذي كمعلومة وأنه إذا كان عدمي عدد مضاعف للآخر يعني ب بArc فإن جمعة مضاعفات B تكون ضمن جمعة مضاعفات العدد A نرى هذا مضاعف المشترك الأصغر ما نقصده بالمضاعف المشترك الأصغر المضاعف المشترك الأصغر الأصغر الجملة الأجابات التي ستجدونه يجبونه بالمضاعف أم B C M هذه الترجمة باللغة الفرنسية هذه. بي هي اللولة هي لبلو. بيتانية هو بيتي. يعني هذه بيتي هي الأصغر. المشترك هي كما مضاعف لغة الفرسية هو ميليبل. حسناً كرمز المجموعة بأهم. يعني أن بي بي ساي ميلي بيتي كما ميليبل. ما ليه كتذر أول حاجة على مضاعف مشترك أصار فإنه كتذر بنسبة الواحد العددين ليهما A و B طرقة التحديد لمضاعف مشترك الأصار كما كيشير الاسم ديله فهو مضاعف ديل A و B المشترك بين A و B وبما أن نقول أصار فهذه يعني أن مضاعفات المشتركة بين A و B كثيرة جدا لأن نقول مجموعة المضاعفات لا تنتهي مجموعة غير متاهية فإذنك ناخد الحالة الخاصة الشادة اللي عندي هي اللي قدر نتحكم فيها هو الأصغر نديره 200 ناخده مثلا بنسبة الآن نحطه نعطيه رقم 6 و نعطيه رقم 8 نحطه مضاعفات 6 و مضاعفات 8 عندي مضاعفات 6 أكتبه 0 6 12 18 24 30 وهي هذه نحطه مضاعفات 8 بينما نجد تكتب مضاعفات العدد 8 ندير سافر 8 16 24 24 نقدر نحبس هنا لأن أول عدد كاللقى هنا و كاللقى هنا هذا هو اللي كنسميه بي 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 ساي ام ديال 6 و 8 أي العدد 24 هذه هي الطريقة اللي قرأتوه في الاعداء دي باش تحددوا المضاعف المشترك الأصغر كانت طريقة أخرى باش كنحددوها اللي إلى حد ما أسهل و بحالك تقول شوية فيها شوية رياضيات إنما الطريقة البديهية هي ذي أنك تكتب جميع المضاعفات ديال هذا و جميع المضاعفات ديال هذا محددك مالقيتش كتكمل من اللي كتلقى و العدد اللي كين هنا و كين هنا فهذا يعني أن ذك العدد هو المضاعف المشترك الأصغر نشوفوا ذابة واحد تمرين باركة من الطيورين نشوفوا واحد تمرين باش نستخدموا فيه العلاقة تلقى لنا ذابة الخاصة هي ذي التعريف المضاعف في حل بعد التمرين مثلا في التمرين أمامنا قالك لي يكون أن ينتمي إلى أن واحد العدد صحيح طبيعي بحيث أن عدد فردي السؤال قالك بين أن أن هو مضاعف لعدد ثمانية قبل أن نبدأ أن نتخرج قبل أن ندير بحلقة تقول لحد الواسخ ديالي الواسخ ديالي كنكتب فيه كم شو الواسخ ديالي هو هذا السؤال عندي هو أن أن ينتمي إلى أن وأن أن ينتمي إلى أن وأن عدد فردي يعني ماذا؟ يعني أن أن كنت تكتب على الشكل اثنان كا زائد واحد بحيث كا ينتمي إلى أن نعطي القيمة الآن في الواسخ ديالي نعطي خمسة ونحسبوه خمسة أس اثنان ناقص واحد خمسة أس اثنان ناقص واحد هي خمسة عشرين ناقص واحد اللي هي 24 اللي كتساوي ثلاثة في ثمانية إذن لا بشي تقول يعني أن القاعدة فإن أنا صحيح حق يعني أن أين أس اثنان ناقص واحد مثلا من خديت أنك يساوي خمسة لا تلقيت بأنانية المعلومة صحة دبا في البرهان سنستغل هالتعريف هذا باش نوصل لهذه نحسب هذي بهالتعريف شا تقول عندي عندي أين أس اثنان ناقص واحد هي اثنان كا زائد واحد لكل أس اثنان ناقص واحد هذه هي أربعة كا أس اثنان زائد أربعة كا زائد واحد متطبقة هامة اشتغل الشيء قليتو في الإعدادي ناقص واحد اذا هنا هتمشي هذي مع هذي ستقل لي أربعة نعمل بها نعمل نقع نبار باربعة هتقل لي هناك زائد واحد عمل هنا باربعاك هتقاك عمل هنا باربعاك هتقاك هتقل زائد واحد هذي قد نكتبها هي أربعة فيك كزائد واحد السؤال الذي عندي هو أن أريد أن أكون مضاعف هذه الثمانية بينما هنا عندي ربعة إذا نخصني جوج يعني أن أخص هذا نكتبه على شكل إثنانيكا لكي أردني جوج مع ربعة هي ثمانية وقدر نكتب ثمانيكا وهكذا كنبينت أن هذا مضاعف لهذا أنا لا أريد أن أصليه ولكن لماذا هذه تساوي جوج في واحد عددك؟ نعم هنا في انكيبانو الواحد يأخذون تمنين بزا فستبلي هذه لأن إذا رجعت الفيديو السابق فإن جدى عددين متتابعين دائما ما يكون عددا زوجيا نكتب لكم هنا جدى عددين متتابعين ولا متواليين فهو دائما ما يكون زوجيا يعني يكتب على شكل إثناني فكا دائما ما نقيت الحل نكتب كتابة نقية في الورقة التحرير نرجع الورقة التحرير نكتب لدينا إن عدد فردي إذا إن نكتبه على شكل إثناني كا زائد واحد بحيث كا ينتمي إلى أين لنحسب أين أس إثنان ناقص واحد تعودنا يا أنذرة أين أس إثنان ناقص واحد شكي يساوي الي هو أسبوع إثنان كا زائد واحد كل كا س إثنان ناقص واحد ولهو أربعة كا س إثنان أربعة كا زائد واحد ناقص واحد اللي غاية يعطيني هو 4K أو 2x4 قدرنا نضيف بلون مغير هنا زعمانه هدو متقابلين غايمشيه شعر بأنه ربيلون مختلف 4K أو 2x4 كشيبلي هنا نعمل بربعة كامادة نفسه حتى فقالي كزائد 1 وهناك معلومه كشيببي ما أننا جداء عددين صحيحين متواليين مضاعف للعدد اثنان فإن كعمل لكزائد واحد نكتبها هي اثنان ككبيرة بحيث ككبيرة وينتمي إلى N ومنه نقدر كتب أن N أس اثنان ناقص واحد كي ساوي لي أربعة في اثنان ككبيرة يعني أن N أس اثنان ناقص واحد كي ساوي لي ثمانيك طبعا نمع كي ينتمي إلى N سننشر لها أن ككبيرة ينتمي إلى N إذن حسب تعريف دي المضاعف يمكننا نقوله أن N أس اثنان ناقص واحد فهو مضاعف للعدد تمانية كيف ما كان N يعني بالنسبة لأي N ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الشي اللي كان في فيديو دي اليوم وكن ربكم وعج جديد فيديو آخر على كيزاكو كوانكم إلا لاتكم سؤال أولا شي استفسار نحن ورعنا الاستشارة كان معكم وضوان السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة